شفتك بالدسلايك؟ شوف الفيديو الأول بعدين سوي دسلايك يا حبيبي مايسر ريتي المهم اليوم عدنا شرح لي الصفقات التقنية اللي صارت الأخيرة عدنا صفقة من انفيديا بالاستحواذ على شركة ARM شركة ARM هي للصمم البنية الخاصة والمعمارية الخاصة بأنوية المعالجات الخاصة بالهواتف الذكية أكو تعاون سابقا مع انفيديا وشركة ARM بأحد بطاقات الجرافيك الخاصة من انفيديا بهواتف مو هواتف ولكن كانت شاشات في وقتها أعتقد وأيضا بهذا الاتفاق شنو الغاية من عنده ودفعة انفيديا هذا المبلغ أول شي هي الغاية أنه تطور من الذكاء الاصطناعي اللي شركة ARM تستحوذه وأيضا تسوي تعاون بمسألة أنه تطوير هذه الأنوية واستغلالها ببطاقات الجرافيك الخاصة من انفيديا وتطور هذا الموضوع ولكن لما تبحث بالموضوع حاليا حسب الصفقة المتاحة ما بين الشركتين فهنا رح تشوف أنه شركة ARM رح تستمر نفس مجالها ولكن تحت أوامر شركة انفيديا أو تحت إدارة انفيديا بشكل عام فبالتالي ما رح شي يتغير من ناحية الأنوية أو تطويرها من ناحية شركة ARM لمعالجات الهواتف الذكية وأيضا حتى ما يكفت تحسينات مثلا كنا نتوقعها أنه إذا كانت شركة انفيديا دخلت بهذا المجال على الأقل أنه شركة ARM تحسن من بطاقات الجرافيك اللي صنعها اللي هي مالي اللي موجودة بأغلب معالجات هواتف الذكية ما عدا معالجات كواوكم اللي تعتمد على إدرينو فهذا الشيء للأسف ماكو شي لحد الآن فقط الاتفاق أنه اشترت هذه الشركة واشترت أيضا الحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموظفين اللي يشتغلون بأرم هي كانت تكون محفوظة لشركة آرم ففقط الإدارة انتقلت من بريطانيا خلنا نقول إلى شركة أمريكية فهذا السحوات رأي أثر على هواي شركات منها شركة هواوي مثلا أنه دائما ذكرتها أذكرها دائما أنه مسألة الأنوية الجديدة اللي راح نشوفه معكين سعتالاف منعرف ممكنية نفسها لأي سوعة سبعين لأخيرة أو ممكن أي ثمانية سبعين نوع النواة يفرق بالأداء وليس فقط صرعات الأنوية دائما أذكرها بحلقات المعالجات هاي أنت هنا من عدها نجي إلى المسألة الثانية معالجة كواكم 275 شنو الأجهزة الحالية اللي تم الإعلان عنها أو الشركات اللي تتحضر هذه الأجهزة أول شي عندنا شركة ريلمي ريلمي عندنا عدها ثلاث فئات حاليا هي والأكس والفي والكيو وأيضا راح تضيف لنا فئة جديدة بالناحية التسويق العالمي اللي هي تكون عوضا عن فئة الأي سي السابقة فرح عندنا فئة جديدة راح تنزل مع هذا المعالج وأيضا مع دعم 125 واط اللي ماشي فيناه لحد الآن من شركة ريلمي من ناحية الشحن السريع فأيضا بداية السنة راح نشوف هواتف من ريلمي من ناحية شركة شاومي أيضا أعلنت أنه راح تضيف لنا المعالجة دي 275 اللي هو خمسة نانو متر أيضا شنو الأجهزة راح تيجي داما هي بداية السنة تكون فئة المية الأولى يعني مو بداية السنة تحديدا نقدر نقول شهر الثاني على الثالث لكن الشركة أيضا تتفكر أنه توسع هذا الموضوع وتضيف لفئات الريدمي فعندنا الريدمي كي 40 برو أو كي 40 هذه الفئة السيسة الجديدة أيضا ستكون مدعومة بهذا المعالج الجديد ماكو أي معلومات عن الجهاز زين أي تسريبات ماكو فقط أنه شركتين أعلنت أنه راح نضيف هذه المعالجات بهذه الهواتف لحد الآن وبقية الشركات ما أعلنت لحد الآن عن هذا الموضوع زين نجي إلى مسألة أنه شركة كوالكوم وشركة سامسونج شينو علاقة تطوير وتصنيع المعالج أنا وضحتها بمنشور لكن اليوم راح أطيكم إياه بتفصيل مختصر مفيد شركة سامسونج وشركة TSMC داما تشارك على مسألة تصنيع المعالجات فلما تكون أحد الشركات تريد معالج مصنوع بتقنته الـ EUV اللي هو الطباعة الحجرية الخاصة بقالب المعالج ليس الأنوية ولا التطوير ولا الهندسة المعمارية كلها مسأولة فقط سامسونج تأتي كأنما تغلف المعالج بالمختصر المفيد أو بالتوضيح أنه تجمع هذه القطع وتخليناها بعلبة هذه العلبة أكو عدة أنواع أكو سميكة أكو ضعيفة أكو نحيفة أكو هاي الأمور فشركة سامسونج هي مسؤولة عن تصنيع المعالج بهذا الموضوع كل سنة أكو مثل الصفقات الصير ما بين الشركات مثلا TSMC وسامسونج داما تتنافسه على هذا الموضوع هذه السنة سامسونج قدمت أنه سعر أقل لاستحواذ على نوعية تصنيع المعالجات لكوالكم فكوالكم قالت له أوكي ما عندنا مشكلة إذا أنتم سعركم أرخص من TSMC أوكي أخذوا وصنعوا هذا المعالج بما معنى و TSMC للمشكلة أنه تستخدم موارد أمريكية فكلفة تصنيع مالتها أكثر من سامسونج سامسونج مؤخرا قبل فترة سوت مصنع خاص لهذا الموضوع بكوريا الجنوبية فبالتالي هي راح تستغل أنه صناعة المعالج يعني هل راح تدخل بالأنوية؟ لا وهل تدخل بالمعمارية؟ لا فقط هي تصنيع المعالجة 5 نانو متر 870 شركة واكم تطيهم الهندسة الكاملة تطيهم كل التقنيات تجمع كل الترانزيستر كل الأنوية تجمعها هي عن طريق شركة سامسونج هذا الموضوع لا أكثر ولا أقل السؤال المطروح أنه لماذا سامسونج لا تصنيع مثلاً لماذا لا تحسن الأكسينوس؟ المشكلة الرئيسية التي لا أحد يفتهمها بموضوع معالجات أكسينوس معالجات أكسينوس الأخيرة 990 ومقارنة 865 نفس الأداء العادي يعني عندما تشغل الجهاز باستخدام السوشال ميديا استخدام التطبيقات والألعاب الخفيفة لا تشعر الفرق من ناحية الأداء الفرق أين؟ بالأداء العالي لماذا؟ نفس الأنوية بالمعالجين نفس الكورتكس 77 موجودة بين المعالجين أين الفرق يا مختار؟ الفرق أن سامسونج لا تعتمد على شركة أرم لأن أرم لا يصبح تركيبها لا يصبح تستخدمين أنوية خاصة لأن سامسونج مشكلتها أن تستخدم أنوية خاصة التي هي المانغوس هذا النوع من الأنوية هو الذي يسبب فرق شاسع بالأداء ما بين معالجة ومعالجة كوالكم فبالتالي كوالكم يتغلب بصورة نهائية فعلية يتغلب على أكسونس من تين من عدها ولكن قلنا بالأداء العالي الذي يقصد بأداء الغرافيك فالأدرينه لا يتقارن مع مالي إلا أن ندر مع بعض المعالجات أو بعض المعالجات تستخدم أحد بطاقات الغرافيك فالمشكلة هي مثل ما قلنا أنه سامسونج تخلت عن هذه الأنوية الـ Custom Core التي هي أنوية مخصصة هذه الأنوية التي تذكرون شرحنا طريقة الشركة والمدير والعام وهذا نفس الشيء أبسط لكم إياها أكثر كأنما أنت ساعت سيارة وبدلت غير من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 فهذا هو نفس الشيء بالنسبة للأداء عندما تضع على واحد الأمور تمام تجيب مثلا سرعة 2 سرعة 3 سرعة 4 ستستهلك كل السلندر الموجود بالمحرك الخاص بالسيارة فبالتالي هو نفس الشيء هنا بالمعالج فالأنوية الـ Custom هذه المعدلة من سامسونج انتهت قصتها و ستطور وترجع إلى مسألة تستخدم أنوية الـ R فالمعالج القادم من المفترض سيكون ينافس المعالجات الـ 875 لكن أيضا سأقول لكم ما سينافس لأن Qualcomm أو شركة ARM عندما قطتنا Cortex-A78 و قطتنا Cortex-X أو النوية المخصصة هذه النوية المخصصة فرق الأداء أو زيادة السرعة ستكون 23% عن الـ 78 نفسها الموجودة بالمعالج فلا نعرف ما سيكون ما بين الشركات ننتظر هذا الشيء فأحب أن أتوضح هذا الموضوع فإنه تصنيع المعالج يفترق عن مسألة صناعة المعالج نفسه فهذا فقط تصنيع المعالج سامسونج ما لا علاقة بالموضوع تحياتي لكم إن شاء الله نشوفكم بحلقة قادمة من قناة مختارتيك